موسيقى طبا مساءكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا أحباي العزاء في سهرة الجمعة من ملعبنا لقاء جديد نستعرض فيه أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية نرصد فيها أهم الأخبار لنناقشها مع ضيوفنا الأجلاء وأرحب بهم الأستاذ محمد الجوكر حياكم بسلطان يا مرحب سلام أستاذ سامي الإمام حياكم الله وبركاته سهلا يبقوا معنا أحباي موسيقى المحور الأول من حلقة هذا المساء سنتعول المحور الثاني سنتحدث عن مواجهته نصف نهاية أغلى الكعوس كأس سيدي صاحب اسمه رئيس الدولة لكرة القدم في الجزء الثالث والأخير نسلط الضوء على التحضيرات الجارية للمباراة والدية التي ستجمع الأبيض لمراتب شقيقه الأخضر السعودي لازالت في هذه الأثناء تجري مباراة نصف نهاية كأس الخليج العربي المحترفين بين الوحدة وبنياس لتحديد هوية المتأهل منهم ولمواجهة شباب الأهلي في المباراة النهائية وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين في خبر أيضا متعلق بالأولمبياد الخاص بدورة الألعاب العالمية الأولمبية في أبوظبي 2019 حققت البطلة ندى عبد العظيم الإماراتية ميدالية برونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 52 كيلو جرام ضمن دورة الألعاب العالمية الأولمبية نبارك الندى وإن شاء الله هذه تكون بداية الغيث لمزيد من الإنجازات بسلطان تفضل هذه بداية خير بمروان والحقيقة نبارك لبنتنا ندى ونبارك لأنفسنا ونبارك لأنفسنا على الحدث التاريخي اللي شاهدنا أمس الحقيقة وفرحة وطن كبيرة عندما شاهدنا الفعاليات والافتتاح والحضور والكلمات التي أطلقها صاحب اسم الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وركز على الإصرار والعزيمة ولا مستحيل كانت الحقيقة عرس من أعراس الرياضة التي تشهدها المنطقة كان يوم جميل ساعدنا بي واستمتعنا بالأجواء الاحتفالية الرائعة فالإمارات الحقيقة أضافت اسمها بأحرف من ذهب من خلال هذه الصدافة الكبرى واليوم أيضا تأتي الأخبار الجميلة بفوز ندى بميدالي برونزي وإن شاء الله الجاية أكثر وبذل الله تعالى بتأكيد وأيضا حتى المنتخب الشاطئية لديهم تأكد صعودة إلى نهايات كأس العالم برغوية الشاطية في البرغوية في البرغوية برغوية نعم هذا خبر أيضا صار نعم الأخبار الطيبة الحمد لله اليوم نحن مع عمطار الخير أيضا أخبار الخير نحن البارحة مثل ما تفضل أبو سلطان حقيقة يعني العالم كله اندهش يعني فرح لهذا الاحتفالية الكبرى الرائعة في مدينة زايد ارتفع العدد من 170 دولة إلى 195 دولة مشاركة من 7000 إلى 7500 رياضي وهذه كلها أرقام تدل على أنه لما يتعلق الأمر بالإمارات فالأمور دائما تتجه نحو الأفضل ونحو الأكبر ومرة أخرى بعيدا عن أرض الوطن ولكن باسم الإمارات أيضا المنتخب من ماليزيا بعدما فاز وتصدر مجموعته وفاز أيضا على ماليزيا فوز كبير في كل قدم الشاطئية وبعدما أيضا ما اليوم فاز على عمان ضمن الصعود إلى نصف النهائي ثلاثة نهائية ضمن الصعود إلى نصف النهائي وبالتالي ضمن اللعب في كأس العالم والآن باقي أنه يلعب على لقب البطولة مع الأحد مع اليابان نعم نحن دائما منتخب الكرة القدم الشاطئية حقيقة في صدارة منتخبات آسيا منذ بداية ظهور الكرة الشاطئية في الدولة من 2007 هذا التراجع في الفترة الأخيرة نعم شهد فترة التراجع صحيح تغيير أجيال لكن حقيقة يعني الحق يقال أن هذا المنتخب تحت كرة القدم يدعم دعم جيد يعني حتى التدريبات والمباريات رئيس الاتحاد يحضر يتابعونه بشكل جيد ووفروا لكل أسباب الدعم في السنتين تقريبا الأخيرتين بالفترة السابقة نعم تراجع بشكل كبير والآن بدأوا يحصدون الثمار ظهور جيل جديد من اللعبين أيضا بدأ يواصل على النهج الأولي أنت دولة الإمارات حينما تذكر دولة الإمارات تذكر الشواطئ وبالتالي أي رياضة ترتبط بالشواطئ يجب أن تكون لك الرياضة فيها لأن أنت شعب تعشق الرياضة الرياضة تحضر دعم كبير وأيضا لديك الإمكانيات المتوفرة أعتقد يعني فوز طبيعي تأهل طبيعي وإن شاء الله ننتظر بعد التأهل لأكاس العالم ننتظر العودة باللغة بإذن الله إن شاء الله إضافة بمروان على كلام السادسامي الفريق هذا يقود المدرب وطني نعم والفريق هذا أيضا بعد فوزه وتأهل الملاقات الأحد مع المنتخب الياباني حيث تبقى البطاقة الثالثة ما بين لبنان والمنتخب عمان الشقيقين المواقع اليوم التحاد الدولي والتحاد الأسوي باركوا للكرة الإماراتية على هذا الاحتفال وعلى هذا الفوز لأن بطولة تعتبر من البطولات المعتمدة لدى التحاد الدولي لكرة القدم من البطولات التي بدأت في الآون الأخيرة الدول المنطقة وتحديدا في آسيا تظهر هذه البطولات وتحسب لك نقاط إضافية باسم للتحاد فإذا نحن الحقيقة نبارك حد تحاد كرة القدم في تحييث الأجواء كما أشار ببطول ومهتم اهتمام شخصي هذا الفريق نتمنى إن شاء الله أن يتأثر بقية المنتخبات ونراها في الأمام دائما المباراة متابعة لمباراة الوحدة وبنياس الوحدة تقدم بهدف الآن نتيجة هدفين مقابل هدف ونستمر إن شاء الله في المتابعة ونوضح دائما أحداث هذه المباراة أول بأول إن شاء الله حتى نهايتها طيب نتجه إلى المحور الرئيس أيضا في هذه الحلقة حيث يدخل كل من الضفرة والشارقة لقاء هام يوم السبت في نصف نهائي كأس رئيس الدولة حفظه الله مواجهة الملك وفارس الغربية شعارها هدف واحد وطموح مختلف ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة واحدة من أهم محطات الموسم الرياضي مواجهات نصف نهائي كأس رئيس الدولة وهي نصف مشوار الموسم بالنسبة لأنديتنا مواجهة الشارقة والذفرة ستحدد هوية الصاعد الأول إلى النهائي الأغلى في موسمنا الكروي الملك الذي يمر بأفضل فتراته كمتصدر لدور المحترفين سيدخل إلى المباراة وهدفه العبور إلى النهائي الحلم بحثا عن أول ألقابه في عصر الاحتراف فضلا عن أنه سيكون متقدما بفارق لقب واحد عن منافسه في عدد مرات التتويج شباب الأهلي في حال توج الملك بلقبه التاسع سيكون ذلك حافزا كبيرا لمعنويات رجال العنبري للمضي قدما نحو لقب الدوري وتحقيق ثنائية التاريخية التي لم تكن في الحسبان مع انطلاقة الموسم بالنسبة للطرف الثاني فريق الظفرة الذي استيقظ في الوقت المناسب وتدارك بدايته المتواضعة بسلسلة انتصارات وضعته على بر الأمان اكتسب فارس الغربي الثقة في قدرته على التتويج بأحد ألقاب الموسم الكروي وهي الكأس الأغلى تلح له في الأفق القريب رجال المدرب الصربي رازافيتش يعرفون أنهم يواجهون فريقا منظما في خطوطه الثلاث ويمتلك قوة هجومية قادرة على اجتياز دفاعاته إلا أن التفاصيل الدقيقة في مثل هذه المواجهات هي ما يفضلها الظفرة وسيعول عليها لخطف فرصة التواجد في أول نهائي له في تاريخه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نسأل التوفيق بإذن الله الجميع الفرق اللهم حق مشروع الوصول للنهاي طبعا هي بطولة غالية على الجميع بطولة كاس سيدي سمو رئيس الدولة الله يأتي الصح والعافية إن شاء الله يا رب نتمنى إن شاء الله في النهاية تكون مباراة بين فريقنا وفريق الظفرة من المباراة الجيدة ونتمنى التوفيق للفريقين طبعا الاستعداد الحمد لله جيدة وبنلعب مع فريق وخاصة فريق الظفرة في الدور الثاني من أفضل الفرق في الدور الثاني بحكم الأرقام والنتائج معارفين صعوبة المهمة وأيضا صعوبة المهمة هي مباراة الكاس دائما مباراة الكوس دائما لها طابعة خاص أتمنى إن شاء الله بذن الله نطلع بنتيجة إيجابية إن شاء الله يمكننا بعد استفدنا من فترة توقف بعض اللاعب كانوا عندهم إصابات أو مجهود كبير بعد الأربعة أو خمس مباريات أتمنى إن شاء الله في نهاية نكون استفدنا من فترة توقف ونطلع بالنتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله تعالى ما فيه غيابات إن شاء الله من كل المدرج الملك إن شاء الله والمباراة فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الواحد إلى هذا بوبتول حاسمنا حديث لكامتر عبد العزيز لا توجد غيابات وأيضا هو لدي قناعة أن فريق الظفرة في الدول الثاني مختلف عن فريق الظفرة الذي بدأ الموسم تطور تحسن أداء صحيح ثلاثة فوز متتالي في الدوري الظفرة بعد ما كان يعاني الآن أصبح سابع في منتصف الترتيب ومن الفرق اللي بعد التوقف اللي صار في الكأس آسيا فريقين فرقت معهم بشكل كبير بنياس والظفرة وتغيير المدربة أيضا صب في مصلحة الفريق أنا أعتقد بالفعل يمكن هو فاز على فرق ربما يعني شو نقول نقول يعني مثلا فاز على دبلف جير تحت كلباء منطقيا هما أقل من عنده لكن فاز على العين أيضا صحيح فبالتالي هو فريق لا يخشى أن يلعب مع الفرق الكبيرة وأعتقد أنه على الشارقة أن يكون حذر جدا في هذه المباراة لأن الظفرة الآن لا يمكن أن يدخل فيه حسابات التنافسة على الدولي إطلاقا بعيد هو في المنتصف لكن حسابات التنافسة على الكيس هو موجود واضح وأثبت أنه هو فريق ممكن يعني يسبب لك قلق وحتى يهز شباكك لذلك الحذر مطلوب جدا فترة التوقف التي تفضل بها الكابتن العنبري صحيح هي فادت في علاج بعض حالات الإرهاق الإصابات والآن فريقته الكامل لكن أحيانا لما تتوقف لمدة كم يوم ما تلعب شوية يكون اللاعبين الرتم العالي ينخفض لذلك هذه المهمة أكيد هو يدركها العنبري على الفريق أن يدخل برتم عالي وكأنه ما فقد حساسية اللعب في المباراة أطلاقا في هذه الأيام كلام سليم المباراة تقام عصرا ساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة وفي ملحب بنياس منطقة متوسطة بين نادي الفريقين خطوة واحدة فقط أبو سلطان وتذهب ويذهب الفريق الفائز إلى مسرح النهائي المشهد الأخير لها البطولة المهمة جماهيريا وعلى مستوى القيادة العليا الظفرة الحقيقة بإضافة لكلام الأخوي العزيز سامي عايد من ثلاثة انتصارات الدورية الظفرة في البداية كان ضعيف متعثر أصبحها الآن فريق قوي ناضج خطورات تبين من خلال المباراة إلى الدهب المدرب الصربي فوك رازوفيتش الحقيقة قدر أن ينظم ويعيد ترتيب الفريق الظفرة أصبح فريق يعني بعبع بالنسبة للفرق التي سوف يلاقيها تاريخ في هذه البطولة طبعا تاريخ محدود لأن من الأندية الصغيرة التي استحدثت مؤخرا لكن لو نتحدث عن فرقة عبد العزيز العمريب تختلف تماما كليا تاريخ ينحاز إلى جانب نادي الشارقة بحكم تجربته الغنية وحكم فوزه الثمان مرات بحكم ارتباطه النادي بهذه المسابقة الغالية والعزيزة علينا نادي الشارقة الحقيقة يمكن كان يتميز سنوات الفترة الظهبية هو تعلق بمصابة كاس صاحب السموريس دهل بالتالي يبحث الشرقوية من جديد إلى أن يثبتون للناس يثبتون للجماهير يثبتون للرأي العام يثبتون للمجتمع بأنه هو الفريق المؤهل للفوز في هذه المباراة من الناحية الحسابية ومن الناحية الفنية الاعتبارات أن فريق هو الآن متصدر بفارق كبير من النقاط عن أقرب من نفسه مصابة الكاس تختلف كليا عن الدوري تحتاج نفس طويل تحتاج الياقة بدنية تحتاج الاعتماد على نفسك تحتاج على الاستغلال الفرص تحتاج أن أي فرصة تضيع عليك لا يمكن أن تعيد معاك وبالتالي المنظرة صعبة لكن أنا شاعر أن فريق ظفرة طبعا تأهله جاء على حساب دبال الحصن وعلى حساب الدبال في جيرة بينما كان طريق الشارغ أصعب بعد فوزة على الجزيرة وفوزة على الإمارات وبالتالي المباراة الحقيقة يقرها عبد العزي العنبري وعارف مصادر القوة والضعف في الفريق الآخر وفي نفس الوقت أيضا المدرب الصربي هو الآخر يعرف ويدرك خطورة فريق الشارغ المباراة تكون بين المدربين بين لاعبين بين المهاجمين لكنها ستكون مباراة فيها إثارة وتوقع شخصيا أن الشارغة في طريقة إلى الصعود أكيد أكيد بإذن الله إن شاء الله توفق طبعا توفق للجميع لكن توقعات بناء على واقع النتائج اليوم هناك خبر على الشاشة أن الاتحاد الدولي الفيفا يقرر زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 فريق في نسخة 2021 منها الجديد في هذا الخبر سيكون ثلاثة أندية من آسيا ممتاز وهذا أيضا كلها تكتيكات تربيضات بعد أساليب نعم لعب الانتخابات بدأت تظهر من الآن فهذا أيضا تحركات اللجام قام فيها للتحدي الأسوي مؤخرا يعني ثلاثة أندية ثلاثة أندية آسيوية إذا قلنا البطل معروف بطل كأس يعني دوري الأبطال من هو النادية الثانية يعني هذا الخبر فيه بطولة ثانية خبر اللي قرأته أن الاتحاد الدولي وافق على زيادة العدلندية وإضافة ثلاثة أندية من آسيا هذه الأندية مين بطل دوري الأبطال بطل كأس الاتحاد الآسيوي الله أعلم هذا يترجع طبعا إلى خطط الاتحاد الأسوي خلال الفترة القادمة لاحظنا في الفترة الأخيرة أيضا أن الاتحاد الأسوي بدأت تظهر بعض الملامح التأثيرية بطول على مثلا زيادة الفرق هنا رفع التشفير في المملكة العربية السعودية الشخيغم وبعد نجاحهم في اقتناع بالمذكرة القانون التي رفع الاتحاد السعودي كرة غم تحرك الاتحادين الإماراتي والبحريني من أجل الضغط على أيضا اللي بس حتى بو سلطان ترضيت ما عليش مدام نحن بدأنا نتفرع في الموضوع لكن مدام ذكرته دعنا نوضح بعد للجمهور وننتقل بعدين نرجع للموضوع الرئيسي حتى القرار الذي فيه يعني كأن يعني يعادة حق مثلا إذا كان بهذا الشكل وشكلك أن ذرة مات في العيون لأن أنت ما سمحت ببث على القنوات المحلية في فترات سابقة كان بطبيعة متابعة للدوريات الأوروبية تكلمنا حتى عن المنتخبات أن لها الحق أن تشاهد منتخباتها سواء كان في التصفيات المؤهلة لأوروبا إلى كأس العالم أو حتى في النهائيات الأوروبية كأس العالم المنتخبات كل منتخب يشاهد مبارياتها كل دول يشاهد مبارياتها على قنواتها بس هذا على منصات الاتحاد الأسيوي في تويتر في فيسبوك لا أعرف بالضبط على منصاتهم بذن تكمنوا ليس يدور على المنصات هذا السلوب كما قلت أن كرة القدم صارت اليوم سلعة وتباع بالأثمان بثمن رخي ثمن غالي جدا وبالتالي الاتحاد الأسوي يهم أن يزيد من خزائنا ويزيد من المليارات التي وصلت للتحاد الأسوي زمان للتحاد الأسوي قبل 15 سنة الماضية كان يعاني عجز مالي اليوم للتحاد الأسوي ثري ثري جدا ويمتلك أموال ويدفع أموال صراحة ما نشوفه ينفق يعني يعني جوائز جوائز البطولات ما لها طبيعية غير جوائز البطولات هذه البطولات ما كانت موجودة بهذه الأقام المالية بها الجوائز ما كانت موجودة إطلاقا اليوم في جوائز الاتحاد الأسوي في تقديم معونات للأندية في بناء منشآت رياضية في بناء يساهمون في بناء منشآت رياضية نعم في الدول الأسيا كثير وهناك مشروع القول أيضا يساهمون في مشاريع تنموية عديدة اتحاد الأسوي أصبح يعني امبراطورية كبيرة في كرة القدم لا تصل إلى الاتحاد الدولي لكن أصبح له ثقلة ثقلة سواء انتخابي أو حتى ثقلة المادي والاقتصادي عنده عنده فاليوم قارة آسيا أصبحت العقية محق رئيسي لإثراء لعبة كرة القدم صحيح تتعلق على هذا الجانب لأني بقيت أسألك في موضوع الشارج هو فقط يعني الأحنا الاتحادات تمتلك يمكن بلاتر في وقته كان دائما يقول يشبه كرة القدم ما يقول رياضة يقول ترفيه نستخدم جانب الترفيه نحن نمتلك سلعة ترفيهية حتى مكان يقول رياضة فهي منتج والمنتج يباع لكن هو دائما شو اللي نتمنى من هذه الاتحادات سواء كانت تحاد دولية أو الاتحادات القارية أن تزود دخلها من الرعاة ونتمنى أنه ما تزود دخلها من جيب المشاهد هي هذه الاشكالية يعني تتسوي رعاية شركات طيران شركات انترنت شركات تسويق الإلكتروني منتجات أي كانت مشروبات طاقة أي شيء سيارات لكن اليوم توصل للفرجة شوية تسحب نفسها لأنه للأسف جزء من إيرادات هذه الاتحادات يعتمد على ما قمنا نحن ندفعها كمشاهدين صحيح وهذا في رأيي الاتحادات الوطنية هذا دورها تضغط على الاتحاد القاري أنه يكثر من الرعاة الثانية يجيب ان شاء الله سيارات طيارات حلويات أي شيء عشان تخفف حط رعاة أملى ملعبك رعاة بيع منتجاتك لكن حق المشاهدة ترفع عنه هذه العبئ عن كهل المشاهد لأنه من ضمن حقوقي أنا كإنسان أنا أتفرج منتخب بلدي أنت تخيل الآن حتى الألعب الأولمبية يريدون يشفروه بس أكيد أكيد ببتول أكيد عشان أكد للمشاهدين هل فعلا في أوروبا هذه الآلية يعملون عليها فعلا أم لا طبعا في أوروبا هناك نوعين القنوات التي تشتري حقوق المشفرة تأخذ باقة أكبر من القنوات التي تأخذ مفتوح على سبيل المثال استوديوهات تحليل مقابلة داخل الملعب خارج الملعب في أماك حيز أكبر وامتيازات وامتيازة إعلانات غير تحط كاميراتها الخاصة تحط كاميراتها تأخذ ممكن بيانات تحليلية وهذا فيه ربح أكثر طبعا فيه ناس عندها رفاهية يقول لك والله أنا تفرج لا بهذه لأنه تطلع لي أكثر من جانب لكن التلفزيون الوطني من حقي يبث مباراة بلده هذا حق مكتسب حق مكتسب أنا ليش أسمح أنه أنا مهما كانت جنسيتي أنا سريلانكي كيف أسمح أنه يجي واحد ياباني يعلق يقول هذا البطل السريلانكي يفاز أنا سريلانكي يعلق عليها بلدي هذا حقي فهذا الجانب كل ما كان الاتحاد القاري ناجح يجب أن لا يكون النجاح على حساب الاتحاد الآسيوي الآن أفضل شركات انتاجية في العالم هي الشركات الآسيوية الآن رائدة طبعا وعند قارة قارة منتجية فخلي زود من رعاية التجارية وشوي يفك القيت عن بيع الحقوق التشفيرية لأنه من حقنا نشوف كما من حق الأوروبي كما الأوروبي يتفرج ويشوف منتخبات بلدهم صح وتتخيل دول الأوروبية هذه الدول الأوروبية الفقيرة قياسا خصوصا أوروبا الشرقية وغيرها دول يدفعون مشفر يتفرجون على منتخباتهم وأنديتهم لا طبعا الفرج على المفتوح اليوم الاتحاد الدولي حسب الخبر الرسمي اجتمع في ميامي برأسة جاني وأقروا ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية أقروا أبو مروان هذه البطولة بمشاركة 24 ناديا اعتبارا من 21 كذلك من خلال هذه الإشارة أن الأندي الأوروبية بدأت تهدد مقاطعة الرزنامة السنوية المطولة للتعارض بالضبط الموضوع لم يأخذ دراسة حتى في موضوع كاس العالم الأندية كاس العالم لكرة القدم المناقشة 48 نادي 48 منتخب تم تأجيله لطرحه في شهر يونيو القادم حلو إذن موضوع 26 خلاص خالص موضوع 48 فريق في 26 هو الكلام الآن على هل يمكن في 22 يكون 22 أو لا هل يمكن القرام بـ 48 منتخب السؤال الآن هل يكون بـ 48 منتخب يعني بصفة دائمة أم لا يتكلم عن كاس العالم القادمة الكاس العالم قادم هو القرار الأصلي كان في 2026 هذا القرار احتمل لكن الآن الاتحادات القارية جالسة تضغط طيب لماذا لا نستفيد منها في 20-22 لأن فيه مال كثير فيه كثير من الأموال من تطوير كرة القدم في القارات على سبيل المثال أنت لحد الآن تفتخر أنه منتخبنا لعب في كيسر عام سنة التسعين أنت مفز في كيسر العالم تلعبت في كيسر العالم خسرت ثلاث خسارات العراق لعب كيسر العالم خسرت ثلاث خسارات لكن لحد أن يفتخر أنهم تأهلوا لك لما يزودوها لـ 48 لديك 48 دولة تفخر أنه تأهلتها لكيسر العالم حتى لو طلعت من الدور وأيضا استثمارات وضع أخو تطوير وفلوس ناقل تلفزيوني وتطور كرة في هذه الدول من هذا الاتجاه يدون يسبقون أربع سنين يقول لك ننتظر الـ 26 دعونا بـ 22 البطولة الجديدة التي استحدثتها أيضا الفيفا في هذا الاجتماع بطولة الأمم للألعاب الإلكترونية ستقوم في لندن منتخبات الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن وهذا يدعونا بطول من خلال هذا البرنامج إلى ضرورة أن نتحرك كإمارات سواء عن طريق الهيئة العامة للرياضة أو اتحاد كرة القدم أو اللجنة اللمبية مواقبة القرارات هذه مواقبة البطولة الإلكترونية هذه لأن غالبية الشباب اليوم ترى يسوون عندنا بطولات في رمضان جديد بطولات هامجية ما لمناسبات خلونا خلونا نقيم هذه البطولة وفق إجراءات رسمية نقدر نحافظ على الشباب لأن هذه ظهرة خطيرة كلين يمارسون على شباب وليمارسون على شباب حتى حيالا فوق يعني فوق الثلاثين يعني يهتمون في اللعب نشكل برضو لجنة أو هيئة ليش لا رسمية ليش لا تتولى هذا الجانب وتابع الموضوع وتكون موجودة في الأندية ما تكون بالمناسبات برافو عليك تكون في الأندية موجودة حتى نحن نحمي الشباب بدل من يذهمون المقاهي ويتسفرون مدام بتصبح تحت مضالة اتحاد الدولي نعم يجب أن تكون ناشط فيها نعم وناخذ خبرة المنظمين في كلام سليم كلام سليم ألعهم هذه بين قوسين جملة معترضة هذا الكلام اللي تكلمنا فيه لأنه كلامنا الأساسي عن مباراة الضفرة والشارجة سأختب بسؤال أو سؤالين سريعين جدا في هذا الموسم فوزين في الدور الأول والدور الثاني لفريق الشارجة على الضفرة نعم يستمر فوز الشارجة أم للضفرة آخرها في فبراير 2-1 هذا هذا مصدر أطمئنان أنه الفريق يعرف كيف يفوز على الشارجة لكن يجب أن يكون هذا الأطمئنان مرهون باليقظة نعم مش مرهون بال تدخل مباراة ضامن للفوز الثالث لأنه هذا قد يكون فيه يعني إلى جانب أن تطمن جمهورك لكن قد يكون إذا اللعبين مواعين وهذا يعني أنا أكيد همواعين والإدارة والمدرب واعين أنه هذه الفوزين ما يعنن شيء في هذه المباراة هذه المباراة ظروفها مختلفة وجوة مختلفة هي تسعين دقيقة تسعين دقيقة ممكن تنعش موسمك وتخلي الظفرة يذهب باتجاه أنه تسوي إنجاز تاريخي إذا أنت ما كنت في قمة هو تأهل الظفرة في سنة من السنوات تصور للنهاية أبو سلطان أو للغلطان الظفرة لم يتأهل اللي تأهلوا من الفرغ الصغيرة بين ياسو أخذوا البطولة عجمان أخذوا البطولة الإمارات أخذوا البطولة أيضا الشعب لم يصل للنهاية أبدا الظفرة قريبة التحقق مع الشهر جه إن شاء الله مع التكتل عبد العز العنبري هو يبحث الآن عن يبقى في بطولتين نعم التأهل يعني يضع أمام تحدي أنه ممكن يجمع بين الكأس والدوري هذا رقم الموضوع مهم وعودة عودة تكون مدوية الموضوع الثاني أنه يبحث عن صدارة في دوري المحترفين وبطول الدوري المحترفين وأعلى رقم من النقاط وعدم الخسارة إذن أرقام كثيرة وتحديات كثيرة أمام الشهر جه وممكن أن تتحقق هذا الموسم إن شاء الله أنا شخصيا أتمنى أن الشهر سيأخذ كل بطولات قريبة يعني لأن فرحتي وسعاتي الحقيقة مرتبطة بالمدرب العبد العز العنبري بالرجل الناجح الرجل المتواضع الرجل الهادئ الرجل الخلوق رجل المتعاون معنا في كل حلقة من حلقات كل حلقة موجود نعم هذا درس والله وهذا الحقيقة ما نرى في كثير من الرياضيين أو الإداريين الآن لو ترفع سماعة تتصل في إداري من أي تحالب من تحدث تسأل عن سؤال يهرب لكن في وقت النجاح ووقت الفوست اللي قام أول ناس يظهرون أمام الكاميرات وأمام العدسة عبد العز العنبري في كل الظروف ويأتي مذيعنا أو مراسلنا بكل بساطة بكل بساطة بالتعقيد نتمنى إن شاء الله الله يوفقه ويسعد الفريق لأن ما يحقق قبل أيام نشر خبر وصورة لمجلس إدارة نادي الشرق لم أرى في تاريخ هذا الموسم بالكامل أن مجلس إدارة نادي اجتمعوا بهذا العدد مكتمل على طاولة اجتمع واحد لم أرى ما فيه ولا نادي ولا نادي وأتحدى بذلك أن مجلس إدارة يجتمع بكامل تتحدى يقول لك صورة ونشرت الخبر وفي كل الصحف أن هذا نادي مجلس إدارة نادي الشرق هذا اللي يقول عنه فهذا السر نجاح طبعا نادي الشرق وطبعا الأسرار الأخرى كثيرة منها دعم صاحب السمو الشيخ سلطان الله يحفظه على التوجيه بدمج الناديين الكبيرين وليتحول لهذا الدمج إلى حلم وأصبح قريب لأمناء نادي الشرق إن شاء الله من أجل الفوز والتتويج بإذن الله بإذن الله إذن بوراة كبيرة بإذن الله غدا منتظرة أتمنى للفريقين التوفيق أتمنى للفريقين البروز والجمهور موعد ممتاز صحيح إن شوي ممكن يبعد نادي بنياس عن الظفرة يبعد عن الشارجة لكن لا بأس مدام المباراة مبكرة هذه بعض من الأشياء الجيدة إن المباراة يعني بتكون عصرا لذلك نزهة جميلة بتكون لمنطقة بنياس لجمهور الشارجة وجمهور الظفرة لحضور والاستمتاع والدعم لأنه لم تتبقى إلا خطوة واحدة ليصل أحد الفريقين إلى النهائي الكبير النهائي المهم النهائي المشهود بكل المقاييس اللقاء اللقاء الآخر الكفة الأخرى يلتقي شباب الأهلي والوصل في المباراة الثانية النصف نهائي لكأس رئيس الدولة يطمح شباب الأهلي في مواصلة نتائج الإيجابية أمام الوصل أما الوصل فيرغب في تعديل صورته المتذبذبة بين المحلية والخارجية المواجهة الثانية في نصف نهائي كأس رئيس الدولة ستكون بطابع خاص حين تجمع شباب الأهلي والوصل في مباراة يصعد الفائز فيها إلى نهائي أغلى الكؤوس شباب الأهلي وبعد موقعة النصر في الدور ربع النهائي اكتسب حنكة نضافية في مواجهات الدرب المصيرية وهو مكرره مطلع هذا الأسبوع عندما عبر إلى نهائي كأس محترفين على حساب النصر أيضا وبركلة الترجيح مباراة الغد أمام الوصل ستكون مختلفة كلية بالنسبة للمدرب عروب رينا الذي سيلاقي فريقه السابق والذي يعرفه جيدا وهي فرصة للإمبراطور من أجل رد الدين للمدرب العجنتيني الذي ترك الفريق وهو في قمة عطائه الوصل الذي اكتسب هو الآخر الكثير من الخبرة في المواجهات الكبيرة من خلال مشاركته في كأس زايد للأبطال العرب وفوزه في الجولة الأولى من دور أبطال آسيا على النصر السعودي قبل سقوطه المريع في كربلا أمام الزوراء العراقي بخماسية نظيفة سيكون مطالبا برد اعتباره أمام جمهوره على حساب شباب الأهلي وتسجيل حضوره في نهائي كأس رئيس الدولة الوعدة يعني يقصو على بنياس أربعة واحد وأنا ضحك لما قلت لبو سلطان نتيجة أربعة واحد قال لي يكون ينفي في خلط بين نتيجة البارة قبل يعني قبل فترة قريبة في الدوري كانت نتيجة بهذا العدد انهيار كبير لفريق بنياس كانت فرصة لأنه يبقى في كأس الخليج العربي المحترفين لكن يبدو أنه ودع الآن لم يتبقى سواء دقيقة تقريبا نعود دقيقتين عن الوقت الأصلي طيب نعود إلى محور حديث نمرة ثانية ونتكلم عن مباراة شباب الأهلي وفريق الوصل أنا توقفت عن من بسلطان عنده كل كله واحد بس خلنا أنا أتكلم باليمين دائما على اليمين هي أصلا هي طبعا مباراة تاريخية صراحة مباراة تحدي بين المدرب الوصل السابق ومدرب شباب أهلي دبي يريد أن يثبت لنادية السابق واللي عرفناها الحقيقة وحقق النجاح الطيبة وكان قرار خامر لاستغنى عنه الأهلي عايد بفوزين صعبين كانت على النصر بركلات الترجيح وأيضا حقق حقيقة التفوق والصعود لهذه المرحلة صحيح الأهلي طبعا هو يتساوى مع الشباب الأهلي يتساوى مع فريق الشارق بالحصول على ثمان تلقاب ما زال الشباب الأهلي أيضا بدأ ثمار الدمج تظهر الآن صحيح على فريق كرة القدم على فريق كرة القدم وقول هذا الكلام وبالتالي هذه أيضا النتيجة الحقيقة تبين أيضا أن نادي بدأ يستعيد نشاطه وحيويته ويريد أيضا أن يعوض هو ينافس على لقب الدوري والآن ينافس أيضا على لقب وكاسر خيج عربي وكاسر رئيس الدولة في المقابل الوصل للأسف خرج من كاس العرب وأيضا عاد من العراق بهزيمة ثقيلة جدا في البطول الأسوية وحظوظة صعبة في البطول الأسوية بقوة هذه الفراغ هذه المباراة يريد أيضا الوصل أن يثبت بأن ما زال قويا قادرا هي آخر بطولة آخر بطولة وبالتالي أيضا هذه الآخر ربما تعطيه الوصل الدافع الأكبر من أجل إيقاف غزوات الأهلاوية الشباب الأهلي الهجومية وإيقاف من تقدمهم صحيح طيب في موضوع التوقيت طبعا الجاه اللي ترى الوصل عنده قاعدة جماهرية وبتول لا بأس فيها وقاعدة جماهرية كبيرة الشباب الأهلي عنده قاعدة جماهرية لا بأس فيها ومحترمة لكن التوقيت 48 يعني 9 إلى 4 ويوم ثاني دوام المناسب المناسب اللي لا بأس فيها الناس تقام في مدينة دبي يعني هذا اللي يريح العصاب شوية وفيمكن الجمهور أن يحضر المباراة بتكون جماهرية تتوقع الحضور الجماهيري والتوقيت شو رايك فيه هو طبعا التوقيت المنظم اللي اختار التوقيت هو ابتعد قدر الإمكان عن المباراة الأولى لأن المباراة الأولى قد تذهب إلى أشواط إضافية تمديد الترجيح فبالتالي التوقيت الزمني للمشاهدين التلفزيون يقدرون ينتهون منها قبل الدخول في المباراة الثانية هذه أولا واللي أيضا شجعهم مثل ما تفضلت اللي هو وجود المباراة في استاذا المكتوم في دبي وبالتالي الفريقين من دبي والمباراة في دبي عادي أن تكون سهرة تخلص المباراة حتى لو خلصت على 11 بالليل العادي ما فيها سفر ولا فيها مباراة الكوس حتى لو نشوفها في كاس العالم لما تصير المباراة الكوس يصير الفارق الزمني بين المباراة الأولى والثاني يصير أطول لأن احتمال لا يوجد تعادل فلجب أن تنتهي المباراة وقد تذهب إلى تمديد أو ركلات ترجيح أنا أعتقد أنه سنستمتع كمشاهدين يوم غد من العصر إلى قبل ما واحد يروح يرقل بالليل مباراتين قويتين أتوقعهم مثل ما توقعنا أنه أفضلية للشارجة ستكون على الظفرة ولكن الظفرة خطيرة وممكن أن يحرج الشارجة نفس الشيء غير آمن بالضبط شباب الأهلي والوصل أيضا لا توجد ضمانات لفريق ضمانات بغضاء من الأهلي أفضل من الوصل أفضل إلا في ثلاث بطولات قريب من المنافسة على ثلاث بطولات والوصل ابتعد حتى في الكأس تاريخيا يمكننا الإخوان في الإعداد وضعنا أرقام حلوة أنه في الكأس الشباب الأهلي وصل النهائي عشر مرات فاز بثمانية وخسر بثنين الوصل وصل تسع مرات فاز بثنين وخسر بسبعة في كأس رئيس الدولة كفت شباب الأهلي تاريخيا ذهنيا أقوى من الوصل بما أن ذكرت هذا الموضوع نرجع لأرقام القياسية التي تتعققها في هذا الموسم يتشارك مع الشارجة في نفس الرقم فأيهم يحرج الرقب التاسع ممكن جدا أن يصلون كل الفريقين في المباراة النهائية وسيحصل أحدهم على اللقب التاسع وتصير يعني قيمة اللقب تكون مضاعفة أولا كأس رئيس الدولة وقيمته وتستلم من أحد أصحاب سمو شيوخ في الملعب شخصيا يسلمك الكاس ثانيا تنفرد بلقب ملك الكاس صحيح حاليا مشاركة بين الملك الأصلي الشارقة ومنافسة شباب الأهلي بكلامه كلام سري تعليقك على الجزئية على الجزئية أنا شخصيا أتمنى أن الأهلي يأخذ كاس وشباب الأهلي والشارقة يأخذ بطولة الدوري ليش؟ مم محايد مش محايد لأعتبار لأن الشارقة أول نادي يحصل على بطولة الدور العام على مستوى الدولة في عام 73 وبعدها في 74-75 فاز الأهلي في 75 أول فاز الأهلي بالكاس يعني تمنياتي شخصية أتمنى شباب الأهلي يأخذ كاس سمو رئيس الدولة وأتمنى فوز الشارقة بطولة الدور العام ليش؟ لأن هذين ناديين ترجع عادلة هدف الهدف الإصرار نحو التأكيد على التوجهات المسؤولين والقيادة بعملية دمج اللي حصل يعني أنها آتت أكلها أتكلم فقط في كرة القدم لكن كدمج أنا يعني لي وجهة نظر وأتحفظ على الجانب لكن من حيث كرة القدم فعلا صار في أنها قللة المصاريف أن الكينات الجديدة قوية بضب وحدة الجهود هذه الأمور لكن لكن عندك في الألعاب الثانية الألعاب الثانية تأثير نعم في وجهة نظر وأيضا هجرت كثير من اللعبين أو تلقوا في أنشطتهم مساكين هذه أثرت عليهم وبالتالي هذه المباراة مباراة الشباب الأهلي والوصل مباراة تكون في غاية الهمية الوصل يدرك تماما بأنه محتاج للفوز لأن فوزه على شباب الأهلي والتأهل النهاي أنا أعتبره بالنسبة لكن في حالة مواجهة الفريقين تأهل الفريقين الشرجة صاحب الثمان الألقاب والأهلي صاحب الثمان الألقاب ومواجهتهم سيحصل أحدهم على الرقم القياسي بكل لقاء تاريخ لقاء تاريخي إن شاء الله وأحدهم سيكون صاحب النجمة التاسع الظفرة والوصل والوصل نعم 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 نحن نسجل احترامنا لهم طبعا الحضور المتساوية خمسين خمسين متساوية وكل الفرق نتملل لهم نجاح والتوفيق الظفرة الحقيقة نقدر لها ونثمن جهودهم نعم وعملهم عملهم ممتاز ومترام الأخوة في نادي الوصل باذلين وجهود وعمل جماعي متوحدة جهودهم من أجل تحقيق هذه الأمنية وهذه كرة القدم نحن زي الشرك في أروابارينا وصله للنهائي لكن كان مع الوصل لم يصل مع الأهلي فهو الآن ربما يجدد علاقته بالنهائي هو هي في رأي الأندية بيئة العمل في كل نادي تساعد المدربين صحيح كلما كانت هذه البيئة المتوفرة داخل أي نادي يعني مهيئة للمدربين والجهاز الفني يحقون نجحتهم هذا المدرب مدرب حقيقة تنعرف طبيعة وثقافة ومجتمع الامراءات والنجاح الحقيقة فأني يظهر بموسم طيب مع نادي الوصل والآن الشباب الأهلي نجحوا الحقيقة في إقناعها في العودة مرات الأخرى للتدريب صحيح وبدأت لمسات الحلوة تطلع على الفريق الوحدة تاهر رسميا بفوزة بنتجة عريضة وكبيرة أربعة واحدة ومؤلمة أربعة واحدة على بن ياس الذي يسقط للمرة الثانية خلال فترة شهر أمام الوحدة نفسها أمام الوحدة بأربعة أهداف في الدورة مرة وفي كأس الخليج العربي المحترفين مرة والوحدة بذلك يقابل الشباب الأهلي دبي في النهائي في كأس الخليج العربي للمحترفين إذن الوحدة لن يخرج هذا الموسم لازل لديه أمل لن يخرج خالي الوفاق إذا استطاع أن يحقق هذه البطولة أمام طبعا غريمة القوي الشباب الأهلي طيب برجع لموضوع تجديد الوصل لرجكام قبل المباراة هذه لموسمين قرارا صعب أم لا التوقيت والقرار هو أنا ما أعتقد القرار يعني يرتبط فقط بنتيجة مباراة يعني المدرب في الآخر لا يوجد مدرب لا يريد الفوز لا يوجد حتى مدرب لو حاط شنطة سفر بر في الباب يريد يودع بفوز طبعا أكيد أمنيت ولن يقل العطاء بالعكس هي أحيانا ما يحصل في المباراة أنه اللاعبين لا يتم إعدادهم بدنيا ذهنيا وهذه مسؤولة مشتركة حتى الإدارة النادي تكون مسؤولة عنها ولا يكون في قمة تركيزهم أنا أعتقد أنه الوصل استوع بدرس ما حصل مع تم الاستغناء عنها وعدم تجديد وبالتالي دخل الوصل في دوام تعرف أنه لا نعرف شر هذا الانفصال بين المدرب رغم العلاقة الممتازة بينهم والنتائج الحلوى بالضبط ربما البعض كان يطمح على اعتبار أنه يمكن الوصل تصدر جزء لمرحلة الذهاب وبالتالي هبط في مرحلة الإياب وهذا قد يكون من نجهة نظر البعض لا نعرف لأنه هم المفروض يجاومون وليس قد يكون أنه على أحباط الفريق لا ترتقل الطموح تستخلى عن الصدارة فقد يكون هذا السبب لا نعرف لكن الآن هو الوصل مسك مدرب المدرب حقيقة تحسن أداء الفريق معه في بعض المباريات لكن الفريق تعرض إلى ضربة قوية بإصابة وابتعاد عدد من المحترفين ونعرف الذي يعمل الفريق المحترفين فهؤلاء ابتعدوا وبدأ الوصل يلعب بليمة فقط حتى في كربلة كان ليمة فقط وانطرت ومباريات أخرى كان محترف واحد فقط الآن لا التجديد للمدرب تعطيش دفعة معنوية كبيرة أنه يبني من الآن حتى للموسم المقبل أيضا أنه هذا الموسم ما انتهى هناك دورة أبطال آسيا في الكاس كل شيء وارد ذلك أعتقد التجديد هو غير مرتبط بهذه المباراة إعلانة لكن هو مرتبط بإرسال رسالة طمعنة للمدرب أنه أنت باقي معنا ثم من قال لك أنه احتمال حتى المدرب ربما هناك جهات أخرى بدأت تتحرك عليها تريد تاخذ احتمال ربما في الصين ولا في غيره في السعودية عندي كثيرة تعرف ريجي كام وهو مدرب قادم على فكرة هو وكوزمين كلاهما قادمين من مدرسة استيوى بوخارست وكلاهما في فترة من الفترات بلقب أفضل مدرب في الدور الروماني فبالتالي هو مدرب مقليل مدرب الشرقية الجادة القوية الرومانيا وهي نفس المدرسة التي خرجته يوردانيسكو سابقا التي نعرفها تماما هذه المدرسة التي يأتيك من استيوى بوخارست يعني مدرب يعني معترف بي أنه من النخبة كانها مدرسة بكل تأكيد هذه لا موش لأي واحد يمسك تدريب الفريق فهو من خريج مثل كوزمين مثل يوردانيسكو ومدربين آخرين هو مدرب جيد نعم ربما ما وفق معه في الوحدة وتم الاستغناء عنه صحيح لكن أكيد هذا التمديد يعطيه فرصة أن يبني فريق صحيح لنهاية هذا الموسم والموسم الجهاز بقوة إلى المحور الأخير أعلن الأخضر السعودي قائمته استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني الودية يوم الأحد أو يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة أبوظبي في ظل صمت كامل لاتحاد الكرة حول قائمة الأبيض المشاركة في المباراة من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام هولندية أن المدرب الهولندي بيرت فان مارفك الذي سبق له تدريب المنتخب السعودي الشغي خلال تصفيات كأس العالم 2018 قتربة منه التعاقب مع اتحاد الإمارات لكولات القدم مدربا للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة التي ستشهد انطلاق التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس الأمم الأسيوية 2023 لكن من هو فان مارفك هو من مواليد يعني من مواليد هولندا ما أعلم من مواليد المهم أكيد من مواليد هولندا لكن لو كان التاريخ موجود درب نادي الهولندي وانتقل منه إلى تدريب المنتخب الهولندي وفي غسطة 2015 قدم عن التعاقب السعودي لكرة القدم لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول ونجح في التآهل معه إلى نهايات كأس العالم روسيا 2018 لكن تم الاستغناء عن خدماته قبل بداية المونديال بس نعلق عليه شوية الحقيقة هذا المدرب لا أحب أن أتكلم عنه صورت خبر وتعدي لا أكيد أن أتكلم عنه طيب ضروري أنا أتصور المباراة خلاص إحنا فيه مباراة وفيه تشكيل وفيه تشكيل وشو بنا أتكلم فيها ومدربنا الحالي ولدنا سليم عبد الرحمن الله يوفق إن شاء الله نقدم الفريق يعني جمع تجميع حلوة في هذه الفترة حتى يأتي المدرب لكن نتكلم عن سيد مارفك مارفك في التقديم تم ذكر أنه درب السعودية ودرب هولندا هو وصيف 2010 في كأس العالم هذه مهمة هو وصل إلى نهاي لعب مع أسبانيا في قمة عطاءها خسر في الوقت الإضافي بالضبط هذه لا ننساها لا ننساها أنه قاد هولندا وهولندا تمر بمرحلة سيئة كانت قبل هذا المنزل على مستوى المنتخبات وحتى كأس العالم لا تأهلت أصلا برافو صحيح فبالتالي إن هذا المدرب قاد هولندا إلى نهاي كأس العالم وخسر بالوقت الإضافي مع أسبانيا وكارش إسبانيا في القمة هذا يحسب لو كرمتها ملكة هولندا أعطتها أعلى وسام مدني في هولندا هذا المدرب حقيقي نحن تابعناه في كأس العالم هو من أفضل المدربين قراءة وتغييرات دائما كنت تشوف المنتخب السعودي الشوط الأول مضغوط الشوط الثاني يحصل لانقلاب مع العراق مرتين مع أكثر من منتخب مارفك قارئ ممتاز للشوط الأول وتغييراته دائما في الصميم دائما هو سيد الشوط الثاني بالضبط أحد الأفضل المدربين في تغييرات وفي تغيير نتائج الشوط الأول فهذا تحسب له هو في السعودية كانت هناك إشكاليتين وهذا أعرف الإشكالية الأولى أنه موضوع الإقامة يذهب لأنه يحل المباراة في الدولة الهولندا ولا يريد أن يعيش في السعودية يعيش في هولندا يحلل للتلفزيون الهولندي ويأتي قبل المباراة كم يوم؟ يجهز ومع ذلك يفوز الفريق بس جهاز الفني موجود موجود مقيم نعم هو قارئ ومحلل لكن هو لا يعيش هناك شنو قد يعيش هنا الله أعلم صحيح ربما نشوف لك سأحلل بحدة من قلماتنا لا أدنى مشكلة هذه واحدة الشغلة الثانية بعد تأهل لكيس العالم حصلت تغييرات إدارية كثيرة بما فيها تعيين ماجد عبد الله مدير المنتخب بمناسبة التأهل لكيس العالم مواف التميات أتصور كنابرا استحاد ماجد عبد الله بدل مدير المنتخب الذي يعمل معه ماجد هو مدير المنتخب وجراء تغييرات في الجهاز الإداري المشرف هذا أربك للعمل هو أترض عليه يريد المدير طالب أن يكمل مع نفس الجهاز الإداري الذي يعمل معه ولا يجب أنه تتخطوني وهذا من حقه؟ لا أعرف شروطها لكن هذه القضية لم يجبها يستمر مع المنتخب السعودي القضيتين أي ولذلك قدير الجهاز الإداري وموضوع الإقامة وعدم الإقامة بشكل مستقف في السعودي إذا صارت هذه الشروط الآن ما يكون الموقف الصعب والله إذا يجيب لك نفس النتائج الذي يجبها في السعودية ما في معنى إن شاء الله يصير هو يقدم برنامج لا أبو سلطان صديق عند جهاز متمكن كان يشتغل هو ما كان غائب جهاز الفني بس هو الذي كان يغيب قبل المناسبات والمنافسات يأتي هو أولا هذا واحد من الخمسة أسماء موجودة لدى التحاد قرف قلب لكن هو الأقرب والرجل مشترت عقد أربع تعوام والاتحاد كرة القدم بجل السنة فهو شروطة أن يتم العقد معه في أربع تعوام طيب والاتحاد شو رأيه الاتحاد الآن يعرض الأمر على الخبير الفني الذي تم التعاقد معهم أخرى هذه الأوراق الخمس المتقدمة ستكون أمام هذا الخبير الفني هو الخبير الفني سيفاوض هذا المدرب من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لكن الأكثر ترجيحا الهولندي بعد الانتهاء الخبير الفني وليست اللجنة الفنية سيتم رفع الموضوع إلى مجلس جدارة الاتخاذ وإقرار المدرب القادم ورأيك أنت في أي اتجاه تكون هل هي مدة طويلة ولا ممكن سيتفاوض على مدة أقصر ترجع هذه لعبة المدربين لأن فعلا الاتحاد لو يتغير سيكون انتخابات والاتحاد هذا يذهب ويعطيه الاتحاد جديد سيستمر الالتسام بالضبط فهذه لعبة المدربين المدربين الأذكية دائما شديد يتخذون قرارات لمصلحتهم ويحفظون حقوقهم وبالتالي هذه طبعا ترجع لكن إذا كان في مشروع بعد ممتاز بسلطان يعني مفروض المشروع يكون مشروعنا وليس مشروع ما أرىك بالضبط هذا الأمر طبعا يتطلب إلى دراسته بشكل صحيح وشو الأدوار اللي بيقوم فيها هذه كلها مسائل حتى أنا شخصيا يعني لو كنت أنا صاحب قرار لا أقبل المدرب يتركني ويذهب يحل المباريات برافو عليك بسلمة بسلمة الأشراف على أولمبي على المدارس على كذلك هذه الأشياء لازم يكون مسؤول عنها شغلة في أكثر من شغلات كل هذه المواضيع وعلى فقرة تراموريني وتكلم في هذا الكلام قال يا جماعة أنتم تبعون مدربين وهذا اشتغر هذا الكلام أنتم تبعون مدربين والله يشرف لي على المنتخب الأول ما تطلبون منهم استفيدوا منه دخلوا في العقد بالضب فهذه المسائل يجب على التحد في التعاقد مع المدرب الجديد يجب أن يدرس كل الخبايا والخفايا والأسرار التي يضع احتياجاته يضع احتياجاته أي مدرب سيأتي للإمارات ستكون لأجواء مريحة العمل طيب إداري لا توقع هذا الشرط فعلا نكون موجود معه لأن دبي غير طبعا الإمارات سنتكلم أنا أرى الحقيقة لابد أن نكون أيضا أذكيا في التعامل معهم حتى يستمر فترة شهر العسل كما يقولون بين التحد كرة قدر نحن نختلف يعني عندما ترك الكرة السعودية نتيجة تدخلات صحي سواء تغييرات إدارية كلنا يعلم كيف كانت التدخلات كانت تأتي من رأس العامة للرياضة أيام الله أذكره بخير لأستاذ تركي وبالتالي هذه المسائل كانت موجودة هنا هنا نحن عندنا الهيئة لا تدخل في عمل اتحاد كرة القدم لا لا تترك اتحاد كرة القدم من حرمية العمل مع المدربين صحيح فالمدربين لا يواجهون العقبات التي يواجه في مناطق أخرى كلام سليم فالتحاد كرة القدم في التصوري بس أنت مش مع موضوع أن يكرر نفس النموذج ناطق مدرب يبقى يبقى ويداوم صباحا حتى لو دعت الضرور أنني يبصم ليش لا هذا مدرب محترم يدخل يبصم فترة بس أنا لا أعتقد فيه مدربين يبصمون لا العمل احترافي عشان نعرف فترة الدوامة يعني لم أتركها بس مجرد ساعتين يدرب في الملعب وينتهي شو يريدون ربعنا هل يريدون ربعنا هذه المقاييس ومواصفات يجب نحن الآن نحن في مرحلة الاحتراب سنة العاشرة وداخلين في سنة الحادي عشر يجب أن نفكر نحو ما يخدمنا وندفع ملايين في كيف استثمر ملاييني شكرا لك أبو سلطان ما قصرت أعطيك العافية أبو بطول شكرا جزيلا ما قصرت كثير الله خيركم محبي الكرام وصلنا إلى الختام غدا بإذن الله يوم السبت في العادة ما في ملاعبنا لكن غدا ملاعبنا موجود بإذن الله لأن النصف النهائي كأس رئيس الدولة ستجري أحداث غدا بين فرقنا الأربع الشارجة الضفرة وشباب الأهلي والوصل لذلك سنكون موجودين في حلقة استثنائية وخاصة لمتابعة هذا الحدث الكبير قبل طبعا الحدث غدا أو المباريات غدا مؤهلة للنهائي وهناك استيديو أيضا مصاحب لهاتين المبارتين يدير الاستيديو إن شاء الله بإذن الله غدا الزميل علي الجسمين نتمنى للتوفيق والمحللين والزملاء الزميلين غدا إن شاء الله على المباريات وأيضا الزملاء الذين سيعملون في الميدان في التغطية الخارجية دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة